والتي أتت بتوقيت مهم جدا من عمر القضية الفلسطينية يطل سامرج طيلي المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والتنمية الإنسانية متباهيا بأنهم تبرعوا للفلسطينيين بأربعمائة وخمسين مليون ريال سعودي على شكل احتياج لغزة ويشرف بنفسه على الشاحنات التي تحمل كل ما تتخيل من مساعدات للفلسطينيين بينما على الطرف الآخر تحرك أمريكا الحاملتين جيرالد فورد وآيزن هاور بطائراتها وذخائرها لمساعدة الكيان حتى ألمانيا زودت الكيان بطائرتين مسيرتين حمولة كل منهما طن من الذخائر ليقف المتابع العربي مذهولا من الدعم السعودي والعربي ففلسطين تريد من يقف معها لكسر همجية العدوان لا أغذية تسد جوعهم أو أكفانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر